وستمرارا لتصريحات نظام الإيراني المهددة للمجتمع الدولي أعلن رئيس منظمة الطاقة الدرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن إيران تمضي في بناء مفاعل بوشهر النووي الثاني أسرع من الجدول الزمني وكانت منظمة الطاقة النووية الإيرانية قد أعلنت عن بدء أعمال إنشاء المفاعل الجديد في إبريل الماضي وتأمل طهران أن يتم تشغيل المفاعل عام 2024 وفق عقد أبرمته طهران مع شركة روس أتم الروسية لإنشاء مفاعل بوشهر النووي الثاني يذكر أن استمرار التعنت الإيراني فيما يتعلق بملف تسلح النووي يشكل نقطة خلاف كبيرة بين النظام الإيراني والمجتمع الدولي الرافض لسياسات إيران الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم